نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزاة تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسع والتعميق وأظهر التقرير زيادة غير المسبوقة في إرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة حيث بلغت 9 مليارات و 400 مليون دولار عام 2022-2023 مقابل 5 مليارات و 300 مليون دولار عام 2013-2014 كما لفت تقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25900 سفينة عام 2022-2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة مقابل 16700 سفينة عام 2013-2014